الحلقة الرابعة من المشاكل الخطيرة أوي أوي أنا بحاول أن أقتبس من المشكلات التي تأتين والاستفسارات التي تصلون والأسئلة التي ترد إلي عبر الواتس آب أو عبر الهاتف أو عبر المسينجر أو عبر حتى تعليق على الفيسبوك أو مشكلة بحضرها من المشكلات الخطيرة أوي مشكلة الولد أو الزوج حيران ما بين أمه وزوجته يقدم أمه أم يقدم زوجته دي مشكلة عويصة هي مشكلة يعني لو بايت موجودة تؤرق الحياة وممكن يصل الأمر إلى أن الولد يطلق مراته علشان يرطمه أو يقولك يا عم ماشيل ده من ده خلاص إذا كان ده هيريح أمي خلاص واعد لا جواز ولا غيره هنقول سبب المشكلة إيه؟ يعني سبب المشكلات اللي بتحصل ما بين الأم وما بين مراتب نها إيه؟ وحنقول للولد برضو لازم نديله علاك هو راح للدكتور الدكتور شخصه هيديله رشدته أنا برضو حشخص لك وحديك الرشدته بس هي مشكلة نتفق أو نختلف هي مشكلة مشكلة كبيرة أنه أنا في خلاف ما بين دايما في خلاف ما بين أمي وما بين زوجتي أعمل إيه؟ أقدم زوجتي أم أقدم أمي؟ يا جماعة حدي يقول لي حدي يدلني حدي يبصر حدي يرشدني أنا محتار أجي على أمي ما ينفعش أجي على زوجتي ما ينفعش هناك أزواج يأتون على أمهاتهم وعلى أم أمهاتهم كمان كلي بالك أنا قصد من أقول أم أمهاتهم يعني يجي عليها بالقوي ويجي عليها أوي ويظلمها ويظلم أمه ممكن يزعق لها ممكن يجتمها ممكن يرفع صوته عليها ممكن ميرضهاش ممكن عشان إيه؟ عشان مراده أسل الواد بتاع مراده أسل الواد أصلا مش بيحبهم أو العكس لا يا صح إنك أنت مع أمك ضد زوجتك برضو مش صح وليس من تصرف النبلاء ولا الأزواج العقلاء إنك تبقى مع مامتك وتسلم ويدانك لمامتك ضد زوجتك لا أبدا 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 أوعى تعمل كده أوعى تركز وتبقى في صف أمك ضد زوجتك أنت مطلب ببر أبك أمك آه ومطلب برضو إنك تتعامل مع زوجتك معاملة كويس الشرعي ما قالكش تقدم أمك على زوجتك ولا تقدم ولا قالك تقدم زوجتك على مامتك يعني مش اللي هو يعني هتقدم أه الأم رقم واحد قولا واحدا قولا واحدا ما فيش خلاف ده بس أوعى تبقى جاي اللي هو إيه طبعا حذاء الأم فوق العين والرأس حذاء الأبي فوق العين والرأس مكانة الأم والأبي فوق العين والرأس عشان بس محدش يفهم اللي هو إيه يعني أنت جاي في صف الست أول في صف الزوجة لأ أنا بقول ضوابط شرعية ومسائل فقهية أسرية حياتية ده دين دين عشان الناس فهم الدين غلط عشان الناس فهم الحياة الزوجية غلط والله 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 ناس كتير متزوجون لا يفهمون الحياة الزوجية عشان يرضو أمه يجي مزع لمرطه قدام أمه أنت ما أنتش فهم حياة الزوجية والله ما أنت فهم حياة الزوجية والله هو أنت علشان ترضو أمك تزعل زوجتك خالص أو تشتمها قدام أمك علشان تثبت لها أنك راجل ولا أنت راجل ولا حاجة على فكرة الرجلة مش بكده الرجلة أنك تستوعب الاتنين آه هي دين رجولة هو ده عين العقل ولا عشان ترضبوك تجي أنت ضرب مراطك كده ولا تشف ألم ولا زغدها ولا تبقى أم أمشي برضو لا ليس دين رجولة ولا دي الحياة الزوجية على فكرة يمكن واحد يقول لك أشخي رحمة أنت إيه حنين ولا أنت إذا كنت نحنين فلست أحن على المرأة من القرآن الكريم وَمِنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ القرآن في سورة مريم قال وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيهَا القرآن في سورة مريم جعل المرأة حاجة عالية كتير ذكر كلمة الرحمة في سورة مريم اللي هو الرحمة بالمرأة ما هي مريم دي عنوان المرأة في السورة وفي القرآن الكريم الرحمة والحنان والتلطف والتودد والتحنن إلى المرأة وخلي بالك إيه الحاجات كلها بسيطة وسهلة فاهم؟ أنت ممكن بس تريحك إيه طب حاضر وتقول كلام حلو وتقول كلمتين حلوين وتسبت وتكده خلاص والأمور تمشي فاهم؟ محتاج الموضوع محتاج الذكاء مش محتاج فتحة سدر ولا لويد دراع ولا ولا عضلات ولا صوت عالي ولا رزع باب ولا تفل السكة في الشهر خالص خالص الموضوع محتاج احتواء محتاج حنان لو أنت احتويت زوجتك وديتها الأمان والحنان صدقني هي دي الرجول هذه هي الرجولة لو عد تفكر أن الرجولة هي تقولك فما تسمعش الكلام على فكرة والله فيه أوقات لو ما سمعتش كلام زوجتك فيها أنت الخسران وفيه أوقات لو أنت ما عملتش بمشروط زوجتك أو استشرتها من الأساس أنت خسران لأن هي زوجتك وأنت كنت متجوزها ليه؟ عشان الفراش بس علشان لما يجي لك كيف تنم معها علشان لما تبقى عايز تاكل تحط لك أكل برضو ما انتش فاهم حياة زوجيه والله إذا كان كده فما انتش فاهم حياة زوجيه وتيجي تقول له هل ترضى أن يفعل هذا مع بناتك يا هذا؟ يقول لك لا وألف لا طيب إذا كانت ابنتك بنت ناس وانت شايف أنها بنت ناس فكيف ترى زوجتك؟ هل هي بنت ناس ولا بنت شوارع؟ عين في عينك ورد عليها اللي بيحصل ده الإهانة والضرب وإنك تكسر كلمتها وإنك ما تسمع لهاش وإنك تجيبها علشان تنم معها في السرير أو تعمل لك أكل بس وخلاص وتسمع الكلام ولا ولا ده ده ترضاه مع ابنتك عندما تتزوج هتقول لي لا ده اللي ييجي عليها أقطع رجلو صح أقطع رجلو اللي هو إيه فاهم اللي هو بشغل فلاحين بقى أقطع رجلو ولا بيقولوها إيه؟ المهم طب أنت ما ترضاهش ده البنتك لماذا ترضاه على بنات الناس؟ اللي هي زوجتك اللي أنت اخترتها من بين البنات وروح تحطيت إيدك في إيد أبوها وخلاص وتزوجنا ليه أنت عندك اززوجية؟ مش أنا أقولت لك ما انتج فاهم حياة زوجية؟ يدين نفسك يتوقع نفسك في الغلط فيها إيه لما الواحد يدلع زوجته؟ فيها إيه لما الواحد يبقى أحنين على زوجته؟ فيها إيه لما الواحد يريح زوجته؟ فيها إيه لما الواحد يبسط ذكته إيه المشكلة؟ إيه المشكلة عندك أنا عايز أفهم أقول لي كده إيه المشكلة؟ هتبسط مين متساعد مين؟ خلي بالك هذا ينعكسه عليك ينعكس على الأولاد، ينعكس على الحياة، ينعكس على البيت، ينعكس على الجو الحياتي والأسري بشكل عام يبقى فيه استقرار وهدوء تبقى الحياة حلوة لكن إنت متضايق أصلهم معقلهم صغير طب ما أنت كنت عارف قبل ما تتجاوز أنهم عقلهم صغير، كنتش عارف ده؟ طب هم عقلهم صغير، ما خلص؟ خليك أنت كبير يا عميك كبير صح؟ خليك أنت كبير يحسسك أنه هو قطع السمكة ودلها وبرم ديله، ولا مش عارف بيقوله إيه وهو مش عارف، أقلي مشكلة ما عمش يتعامل معاه، والله العظم أنه تلاقي مراته وأرجال منه أنا آسف يعني، بس بفهمك أنه هو الودي اللي هنا والودي اللي هناك وأنا ولا، وأنا مش عارف إيه، وأنا كلمتي ما تنزلش تشفهم حياة زوجية؟ تعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من الصالحين، تعلم من العلماء، تعلم من السلف تعلم من والدك، من والدك كده لو فهم حياة زوجية تتعلم منه أنه هو يعني يبقى حارس أنه يبسط زوجته، يجي لها حاجة بتحبها، يوقف معاه في المطبخ، يساعدها واحد يقول لك لما يسمع، أقف معاه في المطبخ؟ ليه؟ وأنا كنت ست بيته ولا إيه؟ ليه يا عم؟ أنت إيه؟ مالي، والي بقى في المطبخ لا، يعني أنت أحسن من سيدنا النبي، لو كان عنده مطبخ كان هيوقف مع السيدة عائشة كانت تقول كان في خدمة أهلي، شوف خدمة بقى غسل مواعين، عميل صلطة، ترويء بيت، خدمة أهله بس، شفت بتتحمل، تحتمل كل حاجة أنت أم رسول الله؟ هتقول لي رسول الله، خلاص يبا أنت مش أحسن من سيدنا النبي بتعمل زيه؟ هكذا كان رسول الله، ومش بقول لك اللي هو يعني، لا، بص، أوقات كتير الناس بتفهم كلامي غلط أنت تكتهد أنك تبقى كويس مع زوجتك، ممكن آه ما يبقاش طول الخط أنت كده ممكن ضغطة شغلي، ممكن ما انتش رائق، ممكن مش عارف جاي متأخر، ممكن، ممكن على الرغم، أنه ده ما يأثرش لو أنت مضغوط أو مش عارف متدايق، مالوش علاقة برضو بالحياة الزوجية، خلي بالك أنت دخلت بيتك، إيه علاقة زوجتك بضغطة الشغل، آه حتقدر بس أنت ما تقولش بقى إيه تديها الوش ومحدش يكلمني ومتعصب هي زنبها إيه وما ذنبها وذنب الأولاد، يا راكل، بالعاكل تقولش كده هتوفصل كده هي تقولك كلمة حالية وتستقبلك، كده والأمور تعدي، لكن برضو عشان مش فاهمين حياة الزوجية، الأزواج بيخلطوا الأمور، ولا كذا كان عجيبها؟ عجيبها إيه يا عم؟ هو إحنا كنا بنلعب وفي الآخر إنت بتزل في اللعب، ده حياة ده ميثاق غليظ، ده آية من آيات الله، اللي هو الحياة الزوجية يعني فآية من آيات الله، ده سكن ومودة ورحمة، ده زواج، ده سنة الأنبياء وسنة الكون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، لعلك تفهم بقى واتقضت قيمة الحياة اللي إنت فيها، والنحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك، يا مناس عايزة تتجاوز، فيه ناس تتجاوزت وطلقت، فيه ناس مش مستقرة، إنت متجاوزة، حافظ على بيتك وحافظ على حياتك، وحافظ على زوجتك، وحافظ على زوجتك، وحافظ على عياتك، وحس بالنعم، تعالوا الموضوع الأم والزوجة، ما تجيش مع أمك ضد زوجتك، وتظلمها، وتبقى مع أمك على طول الخط، طالما أمي عايزة كده أنا معاها، ومرتي تغبط دمكها في الحيط، الشرع ما قالش كده ولا أجي مع زوجتي وأمي إذا كان عجبها، والله بقى أنا عملت الأسلم أصلاً ستة كدية، أسلم أصلاً ما بيعجبهاش حاج، أسلم أصلاً كده أنا أبويا مش عارف يعمل معها إيه، فهي واغد على كده خلط، يجب عليك أن تبر أمك وأن تبر أباك، وأن تحمل أحذيتهما فوق رأسك، وإياك تبقح لأبوك أو أمك، إياك ترفع صوتك على أبوك أو أمك، إياك تضيء أبوك أو أمك، لا في حضور زوجتك ولا في غيابها، وإياك تزع على أمك عشان زوجتك، إياك تعتب على أمك عشان زوجتك، حتى ولو كان عتاباً مستحقاً يكون بأدب، بأدب حالي، خل بالك عتاب مستحق يعني إيه؟ ممكن أمك تشتم مراتك، ممكن أمك تقول كلام على مراتك، أنا هقول لك دلوقتي الأسباب اللي بتخلي المشاكل ما بين الأم وما بين الزوجة مرات ابنها، إيه؟ هقول لك، ممكن تبقى غيرانة، يعني أنا ممكن أم تبقى غيرانة من مراتي، أيوة، وإخواتك البنات يبقوا غيرانين منها، أيوة، ليه؟ إنت كنت معاهم وعايش معاهم ومش عارف إيه، وفجأة جات الست خديدك، لو أنت ما عندكش ذكاء، وما عندكش فطنة، ومش هتقدر توزن الأمور، هتعمل خلال، اللي هو اللي أنت كنت بتعمله قبل ما تتجاوز، لو أنت أسرت فيه بعد الجواز، هيعمل خلال، فانتبه، يبقى أنا لو أنا أم شتمية زوجتي، أمك شتمية زوجتك، ضيقتها، عملت حاجة تستدعي، تستدعي، إنه لأ زوجتي صاحبة حق، ننفعش بطلح لأمك وتقول لها، أنت إزاي؟ ومش عارف بتعملي كده ليه؟ ما ينفعش مع الأم، أوعى، إياك أن ترفع صوتك على أمك، تأدب وتهذب وتربى، وأعرف معنى التربية والأدب مع أبيك ومع أمك، أم لإيه؟ والله كده على استحياء، على استحياء، لكن هي ممكن زوجتك تقول لك إيه؟ غلاص أنا مش رايحة عند مامتك تاني، طرح مامتك كل مرة تدني مرشح كده، أنا بكلبك واسطيبوا البيوت كل مرة تدني مرشح ومش بيعجبها حاجة وتقعد تشتمني قدام إخواتك وتهني، يا جماعة ليه كده؟ ليه كده؟ أنا بقول للحماوات كلهم ليه بتعملوا كده؟ بالله، أنا عايز سؤال والله سؤال وعاوز إجابة، ليه بتعملي في البنت كده؟ أنت ترضي إن بنتك لما تتجاوز زوج هيعمل فيها كده؟ هتقول لي لا، خلاص بتعملي في بنات الناس ليه؟ ليه؟ ما اعتبرها بنتك؟ وتيجي والله أسئلة يا جماعة، الواحد بيزعى لما بيسمعها والله أو بيقرأها، والله الواحد بيزعى، تقول لي والله يا شيخ أنا ماني قادرة، وبروح أخدمها، وأعمل لها اللي هي عاوزها، وبتعب حتى ده بيجي على صحتي، وي وي وبرجع البيت مش بقدرة، زوجي مش بيقدرني، وهي كمان ترجع تشتكي وتقوله ده ما عملتش اللي عليها، ليه كده؟ ليه بنيجي على الناس؟ ليه بنظلم البنات؟ ليه من بنرعيش المشاعر؟ ليه ما بنجبرش الخاطر؟ أولا هي مش واجب عليها تجيلك، أنا بقوله، بقوله أي حما تزعل من تشرع ربنا، لأن هي متجوزة ابنك، مش متجوزاك، مش متجوزة حماها ولا حمتها، هي مش واجب عليها كزوجة أن هي تجيلك وتخدمك، لما تجيلك، ده أي حتى لقيا يا بنتي خليك شوف عيالك شوف بيتك، لما يبقى عندك وقت في بيتها عالي يا حبيبتي، كده، هتلاقيها جيالك جري، أيوة يا ماما عاوزة إيه تحت أمرك، لما تعملك الحاجة تسلم إيديك يا بنتي، كتر خيرك، ومش لازم تفحتيها من الصبح لحد العصر، اللي بيحصل في الأرياف ده انتقام، ميرضيش ربنا، ويضربوا البنت، ويهنوا البنت، وما بيعجبهمش، وإيه، وإيه، تبقى الأم الحما عندها بنتها، لكن لا، تهننها وتستتها وتقعدها، لما تيجي مراتها أخوكي تبقى تعمل، ليه، هي كانت الشغالة بتاعتكو؟ أنا بتكلم كلام محدش هيقوله، بس ده واقع، هي كانت الشغالة بتاعتكو، مراتها أخوكو دي كانت الشغالة بتاعتكو، ما أنت عندك بنتك ما تعمل وتعوديها، إن هي تعمل لسه ما تجوزتش، ما تتعودي عشان لما تتجوز تعرف تعمل وتسدي في البيت، والرجل ينتبه لده، حتى لو مامتك جات على زوجتك، معلش يا حبيبتي، حقك علي، نجيب لها حاجة حلوة، ده حيفرق مع زوجتك، إنما زوجتك، أمك تيجي عليها، واختك تيجي عليها، وإنت تكمل، أنت كمان، والطريحة وتيجي عليها، ده أنت ظالم، ده أنت يعني متجبر، عندك جبروت، ما عندكش خالص حاجة من الإحساس، ولا المشاعر، ولا الرأفة، ولا الرأفة، ليه؟ ليه بتنتقموا في الناس كده؟ ليه بتطلعوا غلكوا في الناس؟ الواحد بيعجب والله، يا أخي والله العظيم ده ظلم، آه ظلم، وليس في المقابل أيضا أن البنت تبجح لحمتها، لا، خليك مؤدبة، وتعامل مع حماتك كأنها أمك، وعيني زوجك على بره بأمه وابوه، اوعي تبقى عقبة، ما يرح لأمه، أيها بقى وتكل شوية أمك، 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 اوعي تقولي كده، إلا إذا تماد أو إلا إذا زاد الأمر عن حده، اللي هو خلاص بكل شوية عن دمه أهملك ومأثر معاك، من حقك أنك تعطرت، أنا ليه وقت، أنا ليه حق، لكن ما تبقى إش عقبة في الناس بره بأمه، أو تغير أنت كمان من أم، كمان بقى كارثة كبيرة، ممكن الزوجة، ممكن الزوجة تغير من حماتك، آه والله ! فانت مطالب أنك تبر أبك وتبر أمك، ده واجب، ومطالب بردو أنك تحسن المعاشرة لزوجتك، أنت عارفين الموضوع زي إيه، تمسك العصى من المص جدا أعتبر دي عصر ألن ده أعتبره عصر سكها من النص لاجي كده ولاجي كده أصلا لو ميلت هنا هقع وهخسر ميلت هنا هقع وهخسر فأنا وسط من الأمور الموضوع محتاج إيه يحتاج إلى ذكاء زوجتك مثلا اشتقاتلك خلاص معلش دي زي ممتك ممتك ديقيتني معلش دي زي ممتك تمام معلش حقك عليّي أنا وهكا كلمتين حلوين هتلاها بمبوني هتلاها شوكليت هتلاها حاجة بتحبها كده فجئها طالما كده يعني عشان الأمور تمشي الأم مثلا تشتكيلك يا ماما لا والله ما تقصدش وتبص رص أمك وتبص إيديها لا حقك عليّي أنا لا ما تقصدش دي بتحبك والله دي دا تقول دا ماما دي يعني ربناك كرمني بحمة جميلة يعني الحمد لله كده دا الذكاء دا الذكاء الاجتماعي اللي أنت كزوج لو ما عملتوش بأنتش فاهم حياة زوجية أنا بقولها لك أوه ما أنتش فاهم حياة زوجية لا تيجي على دي 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 ولا تيجي دي 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 مع دي خلاص أسباب بقى أسباب المشاكل ما بين الزوجة وحمتها أو ما بين الأم ومرأة ابنها أول حاجة ممكن تحصل المشكلة أن الولد بتعمه أمي 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 يحين سفرية ويحين مشوار عايزين يشتريوا حاجة طب هم أقول لأم أو إيه داخل أمك يا بي هي مرتك كانت متجوازاك أنت أمك أنت أم أمك فوق البيعة يعني أو إيه متجوازاك أنت في حاجات لا دخلة لأحد غيركما فيها خلاص كده يبني من دون المشاكل أن كل حاجة أمك دي يعمل مشكلة الحاجة التانية أنك أنت كنت قابل الجواز حلو جداً مع أبوك ومك ومع أخواتك بعد الجواز الأمور راحت في سكة تانية خلاص أصبحت مركز مع زوجتك بس بس دي يعمل مشكلة طبعاً أبوكما كيحسوا بده ويعرفوا الفرق تمام وعلى الأب والأم أنهما يراعوا برضو ظروف ابنهم حنا ممكن ما يبقاش طول الوقت أو على طول يقدر يعمل له فبيحاول فخلاص يعذروا ده ويبقوا أثقين فيه أن هما مربين ابنهم كويس وأن ابنهم بيحاول يبرهم يعني يترقفوا به من ضمن بعض الأسباب أو المشكلات اللي بتحصل أو سبب المشكلة أن ممكن الزوجة تبقى عايزة تتملك زوجها أنت بتاعي لا ما تروحش عن مواجر لما تقولي ما تروح عند ماما تقولش تروح ترن عليها تتأخرت ليه مات يلا تتبات عند ماما ولا إيه فعش فعش وعلى ما زوجتك ترن عليك وانت قاعد مع موتو ولا هما هي يلا عايزين أروح الله وفي رجل يعمل كده أو تنقل كلام من عن ضمك لزوجتك أو العكس ما ينفعش في بعض الأولاد بيهمنوا أمهاتهم بعد الجواز إياك أن تفعل هذا بالعكس أنت هتها عندك البيت وخلي زوجتك تخدمها وانت كمان اهتم بيها عشان تحس أنك بعد الجواز لا أنت الجواز ما تخذكش منها تمام كده؟ طيب إيه بقى؟ نحل المشكلات دي تدتنا التشخيص طب عزلنا عالك بقى شكا أعطنا دواء كد يا سيدي لما زوجتك تعمل حاجة كويسة مع أهلك أو مع مامتك أشكرها وقدر ده تسلم أيديك يا الله أنا نعمة زوجة مبسوط أنك مشرفاني قدام أهلي وتفاجئها كده تعال جبلك حاجة حلوة هتفرح وهتحس أن هي مبسوطة من رد فعلك وحتى تفانى أن هي تبسطك كمان مع أهلك شوف الموضوع بسيط إزاي؟ ده رقم واحد رقم اتنين اجعل لزوجتك خصوصية تبقاش كل حاجة بتاعة زوجتك مكشوفة عند أهلك منفعش حياة اسمها حياة؟ زوجية يعني أنتو اللي اتنين إيه داخل لأهلك بقى في كل حاجة أنت أصلي هي قالت لي أصلي هي عملك ما بتعرفش تعمل أكل أصلي مش عارف إيه مش بيعجيبها إيه ما ينفعش في خل في خصوصية ما بينك وما بين زوجتك أظهر اهتمامك بأبيك وبأمك بعد الزواج لهم حتى وانا ما تجوزت ما فيش حاجة شغلتني عنكم أنا معاكم إياك أن تعاتب أمك أمام زوجتك وإياك أن تهين زوجتك أمام أمك عشان بقى إيه ممكن إيه مامتك من الناس اللي هي عارف بقى اللي هو لا أنا مش حي مش حي مش حي مش حي هديني جوه غير لما تبستي فيها قدامي في عيجي بستي فيها لا ما اسمعش كلا أمك مطلتا أمك غلط إخلاق مش حلوة فما تعتبش على أمك قدام زوجتك وإحنا قلنا لو ما تعتبش عليها أصلا إلا إذا كان الإعتاب مستحق ولو إعتاب مستحق تعتب على استحياء استحياء قوي اللي هو طريقة أنت بتتحسس فيها عشان تراعي مشاعر أمك اللي هو بس أنت بتديها ألارم كده بيتلفت نظرها أنه أنت يعني حاجة كده ديئت مثلا تكون شتمتها تكون قلت عليها كلام تكون يعني اللي هو حاجة تستدعي في عمعية وما تهنش زوجتك قدام أهلك ولا قدام مامتك الحاجة اللي بعد كده ما تظهرش يعني حبك لزوجتك قوي 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 يعني قدام مامتك هتغير منك هتغير إلا إذا كانت زوجة راسية كده قصدي أم راسية وعقلة ومفروض أنه هيخد باله منها ويهتم بيها والحق ودي زوجته ما هو معي كده وكتر من كده مش مشكلة بس تراعي برضو تحسس جيش تقول لهم مقدة مش عارف المرات بتعمل مش عارف إيه كده اللي هو هي بتعرفش تعمله يعني أو بتاع زوجتك بتاعي أنت منتك كنت فينى بالجواز وأنا اللي كنت بأكلك وبأشربك وبأعملك وكان أكلي بعجبك دلوقتي أكل زوجتك هو اللي أحسن من أكلي فبلاش راعي راعي أنك ما تشكرش في حاجة بتعملها زوجتك قدام إيه قدام مامتك ولو هتعمل وانت يا ماما انت ما شاء الله عليك حاجات محدش بيعرف يعملها جاريك كده اعمل توازن بالذكاء فأنا أعمل إيه أبر أمي وأتقي لها في زوجتي لا أتي على طرف مقابل الطرف للأخ إنما يعني الأولويات والذكاء في التعامل فلكل منهما حق ومكان الأم لها البر والزوجة لها المعاشرة بالمعروف شكرا لكم